وهو كثير قليل كثير لكم ده غافر غافر فهذا ورد منذ بداية السلم أن غافر أنه سبحانه وتعالى يغفر الزمن فلو احنا بنرتبهم هنبدأ بغافر كنا هنتبه تصاعديا 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 نبدأ بغافر وهذه الصيغة تدل على أنه يغفر الزنور خدوث المغفرة يغفر الزنور كيف وكذا وقوي ومش قوي نروح للمرتبة الثانية نروح ورد الصيغة الثانية غفور فغفور ده معناها أنه يغفر مرة بعد مرة ده معناها ودي غير بقى غافر غافر سبتني عند معنى أن الله سبت له أنه يغفر الزن ثم بعد ذلك تأتي غفور لتقول اعلم أنه ليس فقط يغفر الزن مرة أو مرتين ثم بعد ذلك يتوقف لا هو غفور هو فيه أنه كثير الوفرة بعد ذلك إذا كنت أعلم أن هذه الكثرة لها نهاية يعني مثلا نيجي فيهم يغفر مليون زنب ويسكت ولا إيه المسألة تأتي صفة غفار تفيد الدوام بأقوى فعندي ما يفيد مجرد حدوث الفعل غافر غافر غفور غفور هو الساتر هو الساتر وقالوا أنه يعني أن غفور وغفار وغفر هي تأتي من الستر معنى أنه يستر تنوب عبادة ستر ستر ولكن أيضا تأتي الغفر هذا بمعنى يأتي بمعنى العفو والصفح والتغض يعني كأنه سترها ومحاها ومحاها يعني سترها عن الناس ثم بعد ذلك يعفو عنها في الدنيا هذا محو للذنب كأنه لم يكن ثم يمحوها طبعا ثم يمحوها وبعد ذلك لا يعاقب عليها يوم القيام ولذلك نركز على معنى العفو والمحو وهو يكفي ويزيد يعني والعفو هو ويطمئن القلوب وبعدين نحن نجيب معنى غفار في آخر المعنى يعني بأنه فعلا إذا خدناه بمعنى الستر حتى ستر الإنسان حتى ستر داخل الإنسان وهو داخل الإنسان بلاوي طبعا سواء كان من أمراض القلوب ما يبطن آه طبعا أو حتى من النحية المادية الجسدية كيف لو أن الإنسان كان باطنه في ظاهره ولم يسره الله تبقى كرسى تبقى كرسى على رأي حضرتك فهذا أيضا من الستر فإذا سنقول أن أصل المعنى هو الغفر بمعنى الستر أو بمعنى العفو والصفح